أحد خطاباته الملك محمد السادس قال بأنه بما معناها القضية الوحدة الترابية كانت مصدر ابتزاز من مجموعة من القوة كانت ذلك الابتزاز يمارس على المملكة المغربية واليوم نجد سياسة الاستفافات تكثر يعني معسكر شرقي معسكر غربي مجموعة من الدول التي تقايد مصالحها باعتراف أو بتوثيق للعلاقات أو بموقف شفهي داعم إلى غير ذلك ولكن تلك المرحلة أعتقد أنها قد انتهت بعد خطاب ملكي آخر نسخ ما سبق حين قال بأن المغرب ينظر في شراكاته بمنظار قضية وحدته الترابية قضية الصحراء المغربية ولا نفاوض على صحرائنا والصحراء ستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها هذه الرسائل مع مجموعة من التكتلات الوازنة وعلى رأسها مجلس التعاون الخليج أليست فيها أيضا رسالة أقول غير مشفرة لمن يصطاد في الماء العاكر في هذه القضية وبأن المنتظم الدولي من داخل الأمم المتحدة إن كانت هناك أقطاب وازنة فإن من بينها أيضا مجلس التعاون الخليجي الذي يدعم هذه القضية القضية لم تعد يعني ساحة لابتزاز المملكة المغربية لأن عليها شبه إجماع دولي والخاسر هو الطرف الآخر المدعوم من معسكر يتهاوى حتى على المستوى الدولي سي بودن وتعلم من أقصد يعني الجزائر وشركائها وفي الواقع طبعا المملكة المغربية لا تميل إلى الأعمال المثيرة في السياسة الخارجية المملكة المغربية تبني سياسة الخارجية على المصالح الوطنية وعلى العلاقات الممتدة مع شركاء فالمغرب لهذا يوصف دائما بالشريك الموثوق والملتزم لأنه علاقاته مع الأطراف الدولية خاصة القوى الكبرى فهي مستمرة وممتدة والمغرب يتطلع إلى رؤية موقف واضح من عدد من الشركاء المغرب لا ينفي عنهم صفة شريك سواء كان تقليديا أو جديدا ولكن يقول إذا أردت أن تكون شريكا جيدا شريكا موصوفا بمعاني الشراكة بالاختيارات الاستراتيجية في الشراكة فينبغي على الأقل أن لا تقول فقط أن لا تكتفي بالشعار أن لا تقول ينبغي أن نصل إلى هذا أو ينبغي أن نقوم بهذا أو علاقتنا جيدة بل يجب أن يكون هناك أثر عملي فإذا صنف المغرب علاقته فهناك علاقات دافئة خاصة مثلا نذكر هنا على سبيل المثال علاقات مع دول الخليج العربي مع الأردن وفي إفريقيا كذلك هناك دول للمغرب يتمتع المغرب معها بعلاقات جيدة لأن هناك أفكار مشتركة لما تكون علاقات خاصة ودافئة فتكون هناك أفكار مشتركة نقاط تلاقي تفهم مستمر اتصال دائم تنسيق مستمر لكن هناك علاقات مع دول أخرى علاقات براغماتية علاقات عملية بحيث أنه علاقات ليست دافئة لكن قائمة على حماية المصالح الوطنية أعتقد بأنه حماية المصالح الوطنية بالنسبة للمغرب محورها الأساسي والاستراتيجي وملف الصحراء المغربية بحيث أنه هنا هذا هو كما ذكرتي جلالة الملك محمد السيدس حافظه الله قال على أنه النضارة التي ينظر بها المغرب إلى جودة الشراكات وصدق صدقات فأعتقد بأنه هذا المقياس وهذا المعيار يعني الأمر يتعلق يعني بخصوصه يتعلق بدول بدول معروفة خاصة في أوروبا التي ينبغي أن تخرج من منطقة الرمادية من منطقة الراحة ينصح التعبير ومن يعني يمكن القول رغم أنها شاهد تاريخي وتعريف ملفات المنطقة وتعريف لمن تعود الحقوق ولكنها تريد أن يعني تركز على مصالحها الضرفية أعتقد بأن من الفصحراء المغربية ليس موضوعا للمصالح الضرفية والتقييمات اللحظية والقراءات التكتيكية المغرب ينتظر من شركائه تعبيرا واضحا والنموذج موجود في دول تعاون خليجي التي تمثل حقيقة الصديق قبل الطريق وأيضا الأخ الشقيق ولو أنه بعيد ولكنه في الحقيقة يقوم من هواجس المملكة ومن مصالحها الاستراتيجية